سنك بقى سنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم الاخبار. فيديو النهاردة بازن الله هو من ضمن سلسلة فيديوهات برنامج كنت نزلت هنا على الصورة لمراحل تلوين مشهد سينمائي وقلت لو حد عايزني اشرح مراحل تلوين المشهد ده يكتب لكومنته وبالفعل في ناس كتبت كومنتات وفي ناس تفعلت على البوست وها هو الفيديو. النهاردة بازن الله هنشرح لكم ازاي تقدر توصل للوق السينمائي اللي انا يعني نزلته الصورة بتاعته على تمام? وهتمشي معنا او خطوة بخطوة بحيث ان انت لو في حاجات انت مش عارفها فهنشرحها في الفيديو ده برضو. رابط المشهد اللي انا هكون شغال عليه هسيبولكم تحت في صندوق الوصف تقدروا تخش وتحملوه بحيث ان انتو تكونوا معايا خطوة بخطوة. قبل ما نروح للشرح بتاعنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش تقدر دلوها تنزل تعمل اشتراك للقناة وسيب اللايك للاخر لما الفيديو يعجبك. وبس كده ما فيش حاجة تاني خلينا نروح نشوف الشرح بتاعنا. فى يلا بينا. طيب بعد ما تحمل الفوتج اللي انا هسيب لك اللينك بتاعها في اللي هي دي. وتفتحها على برنامج دافنشي هيفتح معك بالواجهة دي. ودي الفوتج بتاعتنا. اللي انت هتنزلها يعني. خلينا بس في البداية نزبط شوية حاجات. زي اول حاجة فيهم هي النود انت هتفتح هتلاقي نود بالشكل ده. لو انت مش شفتش فيديو النودز فانصحك تروح بتشوفوا انا هسيبه لكم هنا في الكاردس. كمان فعل من الزرار ده وتخليك على او ما فيش اي مشكلة ما بينهم. بس انا هنستخدم في الاول. تمام? فدول حاجتين. اول حاجة افتح النود بتاعتك. اللي هي اصلا بتبقى موجودة. وتاني حاجة افتح وخليك على اللي هي اول واحدة. خلينا في البداية نبص على المشهد بتاعنا ونحلله. المشهد ده متصور بالكاميرا مش متعدل عليه تماما. فاحنا كده محتاجين نمشي خطوتين. اول خطوة ان احنا نحول لمشهد اصلي او نعمله بحسن ان الالوان بتاعته تكون طبيعية في الاول. وتاني خطوة وهي ان احنا نعمل ففي البداية دلوقت احنا هنعمل في فيديو كنت شرحته برضو هسيبه لك في الكاردس هنا. لو ما شفتشت راح تشوفه بعد الفيديو ده. ولكن في البداية يعني خلينا هنا نصحح الوان دي. لو بصينا بتاعتنا وبصينا هنلاحظ ان الابيض بتاعنا مش مية في المية ولا الاسود بتاعنا مية في المية. فبالتالي احنا محتاجين نزبط بتاع الصورة دي. فنقف على وننزل اللي هو ونعلي اللي هي بالشكل ده. طيب بعد كده يعني خليها بس نعلي ده شوية. بعد كده هنلاحظ ان قليل لان ده طبيعي. اي بتاعه بيكون قليل شوية. فاحنا نعلي بالشكل ده. علشان اللي احنا هنعمله هيكون يعني شوية فبالتالي انا مش هعلي على آخر. فتمانية وخمسين كويس جدا. بعد كده عندنا خلينا نزود بالشكل ده. وهبدأ احرك في طيب لو انت مش عارف يعني ايه اللي هو مرتبط بالكونتراست. حرك فيه وشوف افضل نتيجة انت هتحصل عليها. وحرك على هذا الاساس. اي حاجة انت ما تعرفهاش. حرك على اساس افضل نتيجة انت هتشوفها بعينك. فانا هخلي بالشكل ده. بحيث ان الصورة تكون شوية نفس الفكرة. عندنا بعد كده محتاجين نزبط بتاع الفوتج دي. فعلشان نزبط مية في المية صح فهنروح للويف فورم. وهنقرب هنا لو دوسنا على وبدأنا نحرك بالشكل ده. هنقرب من الحتة دي. بالشكل ده. ونضغط على رقم اتنين ده. ونبدأ نغير في بتاعنا. طيب نعرف امتى ان ده افضل لما نلاقي التلات درجات اللونية دول. يعني خلينا نعمل كده. التلاتة دول كده مفصلين عن بعض. فبالتالي مجموعة التلاتة دول النون الابيض. فاحنا محتاجين نخليهم كلهم على نفس التساوي. فانا هبدأ احرق بالشكل ده. لحد ما خلي التلاتة على نفس التساوي ويدوني كأنهم كلهم على بعض لون ابيض. بالشكل ده. كده احنا زبطنا مية في المية. طيب كده احنا خلصنا اول لو قفنا عليها هنا. عامنا نود لابل هنسميها لان دي هي الاصلية. طيب كده نعمل نود جديدة وهنخليها للكيروس فهنسمي دي كل ده لسه منتهاش. طيب في النود دي انا هعمل حاجة. هندوس على ويدوني ضغطنا عليها. لو ضغطنا هنا هنلاقي ان في نقطة هنا ظهرت. هي دي مش نقطة هي دي هندل. لو انت فاهم البنتول فهتبقى عارف ايه هي الهندل. الهندل دي بتشدها فبتشدلك الكيرف سموز يعني انت لو وقفنا دي. انت الكيرف نفسه بتشده. فالزواية بتبقى بتاعته حادة. فدي بتوفر لك نعومة في الكيرف بتاعك. فانا هنزل الكيرف بالشكل ده من هنا. والناحية التانية برضو هنزله بالشكل ده بحيس ان النص ده من الوش يبان ان هو يعني ضلمة اكتر من النص الاولان. طيب احنا كده خلصنا الكيرفز. هنعمل جداد. تلاتة وارا بعض. الاولى هنسميها سوري. هنسمي الاولى سكن. والتانية وتالت واحدة هنخليها مسلا ونسميها طيب احنا كده عملنا تلات طبقة جداد. هنقف على اول طبقة اللي احنا عملناها اللي اسمها وهنقف على ده اسمه لو انت ما تعرفوش ان شاء الله ببعمل يعني شرح ليه مخصوص. طيب ده ايه لازمته? لازمته ان احنا بنختار لون وهو بيحدد لنا اللون ده بس. فاحنا هنا معناها الجلد فاحنا هنحدد لون الجلد. فانا هقف على متوسط لون الجلد اللي هو تقريبا الحتة دي. واجه ضغط عليها. واجه مدوس على علامة العصاص السحرية دي. واجه هنلاقي ان التحديد ده مش دقيق. فبالتالي احنا هنلعب في الحاجات دي لحد ما نحصل على افضل يعني تحديد للالوان. فانا لعبت في يعني بالشكل ده كويس. ده حسب الالوان او حسب تدرج الالوان. لو انا زودتها هيختار اللي حواليه. يعني لو عنا كده هنلاقي اختار اللي حواليه. فانا هختار كده مسلا. بالنسبة فانا هلعب في الهاي. لحد ما حصل على الافضل نتيجة. فبالتالي الشكل ده كويس. وهي درجة اضاءة اللون ده. يعني لو حركت في اللو هلاقي ان هو بيختار من نفس درجة اللون ولكن الاغمأ منه. ولو حركت في الهاي هلاقي ان هو بيختار من نفس درجة اللون ولكن الاعلى في درجة الاضاءة بتاعته. فكده انا شايف ان كده كويس او كده كويس. طيب احنا كده حددنا الالوان دي بشكل دقيق. حددنا بالفعل لون الجلد. ما تستغربش لو مثلا متحدد لأ طول ما انت حددت لون الجلد صح وجبت الجلد كله اي حاجة تانية هيظهر اللون بتاعها فهي نفس لون الجلد انت مش تعف تتحكم فيها فانت كده طالما حددت لون الجلد ما تشغلش بالك بقى بالتيشرت مش عارف ايه لان اي لون ظهر مع لون الجلد هو نفس لون الجلد فبالتالي مهما هتعمل فهو هيتغير معه فاحنا كده زي الفل هنحرك في بحيس ان احنا ننعم الاطراف بالشكل ده لانها لو حادة يعني التحديد بتاعها يبسيق جدا فانا هعلي دي نويز هخليه مسلا خمستاشر انا شايف ان خمستاشر كويس وهنحرك يعني مسلا هنخليه تلاتة او انا شايف ان تلاتة كويس طيب بعد ما حددنا لون الجلد صح هنشيل تفعيل العصاية دي طبعا ما حصلش اي تغير ولكن في الحركة اللي جاية دي وهي ان احنا هنقف على وهنبتدي نحرك في ما يحظين ايه ملاحظين ان الالوان اللي احنا اختارناها هي دي الالوان اللي احنا اي تحكم هنعمله هيكون بالتعامل عليها هي بس يعني احنا مهما نحرك في فهو بيغير في لون الجلد اللي احنا لسه محددينه فايه الهدف من كده الهدف من كده ان احنا نختار افضل او افضل لون للبشرة طيب خليه نقف هنا شوية ونتكلم شوية عن لون البشرة طيب لون البشرة سواء في شخص اصمر او ابيض او برتقالي او اي شخص على واجه هزي الكرة الارضية هو بشرته بتقع حتة في يعني لو جينا هنا وكتبنا وضغطنا هنا تمام دي دايرة الالوان اي شخص في العالم هتلاقي بشرته بتقع في الحتة دي لو اسمر بيبقى موجود في الحتة دي لو ابيض بيبقى موجود في الحتة دي ولكن عمر ما لون شخص يبعد عن الحتة دي يعني مش هتلاقي مثلا شخص لون بشرته اخضر يبقى انت كده العب ده من او من اللي صح الالوان عمرك ما هتلاقي كده فالاختلاف بس بيكون في بتاع اللون البرتقالي وده اللي بيحدد على اساسه الشخص ده اسمر ولا ابيض طيب نطلع من جوجل كروم ونرجع مكانة تاني فاحنا هنا عايزين نزبط فانا من خلال الكلام اللي قلتولك ده احنا عايزين نخلي لون البشرة في البرتقاني مسلا فهنقف على تلت اختيار وهندوس على العلامة دي هنلاقي ان هنا عندنا لون البشرة بس طيب لو عملنا هنا هنلاقي ان هنا مفيش خط ولكن لو ضغطنا على هنلاقي ان في خط ظهر لنا معناه ايه الخط ده معناه يعني لما انا دوست على قلت له يعني هو بيقول لي عشان تاخد كويس الطريق بتاعه من هنا ولكن لو انا بصيت عندي هلاقي ان لون البشرة مشفت على اللون الاصفر احنا محتاجين نجيب لون البشرة هنا او نقربه قدر الامكان فهنقف على ونبدأ نحرك هنلاقي ان البتاعة ده بيتحرك لو لو وديته للبلو هنلاقي ان البشرة هنا لونها زرق لو وديته للصيان فهنا البشرة لونها تيل مسلا او لونها صيان جرين جرين ييلو ييلو فاحنا هنا عايزين وديها للورنج فانا ابدأ اخلي الاضاءة دي موجودة في نص فانا كده خدت كويس علشان برضو تزبط الدنيا وتبقى عارف انت بتحدث او انهي حتة في البرتقاني بالزبط فادوس ويبدأ اختار على اساس اللي عندك فانا شايف ان كده كويس جدا فانا ان كده اصح وهنا في اصح ولكن هنا بيحكمني فانا هواديها كده شوية انا شايف ان كده كويس جدا جدا طيب انا مش هعلي لان كده كويسة فكده انا شايف ان هي تمام ولكن لو احنا عملنا تاني هنا هنلاقي ان برضو في حتة رايحة بعيد في حتة رايحة للاصفر لو ملاحظين فانا هروح للكيرفز واختار تاني اختيار وعندنا يعني ايه يعني انا بختار لون من درجة الالوان اي لون انا بحدده بختاره واللون ده انا بحرك فيه زي ما انا عايز بقدر اغير لونه يعني نفس فكرة فانا هوقف هنا وهختار لون ده مسلا وهبدأ احرك هنا لو لاحظتوا انا بحرك هنلاقي ان الجزء من بيروحوا يجي معايا فانا برضو هضم عليه انا خلوهم يضموا على بعض بالشكل ده طيب برضو هتسيت ان هي حاس ان هي افورت في شوية فانا بقى هنا هبدأ اعدل كمان بالشكل ده فكده انا ازبط بتاعتي بالزبط تحددها من خلال ومن خلال يعني الكيرف ده في حاجات انا بتكلم عنها مشارحتها فانت لو في حاجة مش فاهمة اكتبها لي في الكومنتات بحيس ان انا اقدر اجمع بعض الفترة اللي جاية فانت لو في حاجة مش فاهمة اكتب لي في التعليقات وان شاء الله يعني خلال الفترة اللي جاية هنحاول نزود فيديوهات من برنامج بحيس ان لو انت عايز تبقى محترف اكتر في البرنامج انا شايف ان كده سكين تون كويس جدا ولكن المشكلة اللي عملها لهيو ان هو اثر على يعني هنا زيت شوية فبالتالي انا هقف على اول صفحة وهغير في بتاعي خليه مسلا بالشكل ده انا شايف ان بتاعي ده كده كويس جدا طيب تاني حاجة هنروح اللي هي الخلفية دي احنا محتاجين برضو نعدل الالوان الخلفية دي ولكن لو روحنا نعدل في الالوان ونوديها ونجيبها نلاقي ان اللون بيتأثر فبالتالي احنا عملنا للسكن ولير للباكجراوند فاحنا دلوقتي عايزين نحدد نفس التحديد اللي احنا حددناه هنا ولكن على الخلفية فخطوة سهلة جدا ان احنا هنا عملنا النوت بتاعت الباكجراوند هنوصل ده بده عملنا خط ما بينهم معنى التوصيلة دي ان احنا نقلنا الداتا اللي كانت موجودة هنا او معلومات التحديد اللي هنا نقلناها في النوت دي فبالتالي لو لاحصنا هنا نقرب شوية ان هنا نفس النوت دي هي هي نفس النوت اللي جنبيها اللي هي بتاعت الاسكن نفس الدياتا فانا هقف على وهروح هنا واضغط على او اعكس فبالتالي انا كده بدل ما حددت لون انا حددت كل حاجة معادة لون فتريك حلو جدا فاحنا وقفين على هنروح ونبدأ نحرك في زي ما احنا عايزين طيب هو انا يعني لو اديتها كده وديتها كده هحس ان اللوك ده اوفر فانا هقسم اللوك على مرحلتين اول مرحلة ان انا هخلي اللون اللي ورا ده ماي للتيل والبارز لازمتها ان انا احرك اللون ده من التيل للاصفر فبالتالي انا كده اسمت بتاع على مرحلتين طيب خلي نشوف يعني لو وقفنا على هنا هبتدي احرك ده ناحية الصيان بالشكل ده انا شايف ان كده كويس ولو هلعب في او في انا شايف ان ممكن بس نقل شوية انا شايف ان كده كويس جدا بعد كده هنروح مش هنعمل فيها اي حاجة وهنضغط على النقطة اللي في النص اللي هنا على النوت بتاعة وهنقف على وهنبدأ نقلل في الرقم ده يعني لو بدأ تقلل هنلاحظ ان بدأت تروح للون الاصفر شوية فانا شايف ان كده كويس جدا كده ممتاز يعني انت برضو خلي عندك لو لاحظنا هنلاقي ان منظرها بقى شوية فبالتالي احنا نرجع لللاير بتاعة ونحدد على اساسها اللون بتاعها هيبقى اعمل ازاي فانا هقف على وهبدأ احرك في لحد ما اخد كويس انا شايف ان ده حلو جدا يعني كده قبل كده بعد ممتاز جدا فلو جينا نشوف قبل كل ده وبعد كل ده كده قبل كده بعد الفرق رهيب طيب احنا كده صنعنا ولكن في بعض الاضافات في الاضاءة ممكن نعملها فانا مش هرجع للبيز تاني وافضل الالعب في الاضاءة لا انا هعمل بعد البرز نوت جديدة خليها هنا مسلا فانا هعمل نوت جديدة وهسميها اي اسم يعني مسلا هنسميها ااا الشكل ده فانا هقف على وهختار لان بتأثر على الحتة المظلمة فقط مش بتأثر على ولا الحتة المنورة في فيديو انا كنت عملته الفرق ما بين عنصحك وبشدة ان انت تشوفه هيفرق معك جدا يعني هتذاعرف الفرق ما بينة اتنين وفعلا الفرق كبير ما بينهم فانا اخترت علشان هي هتأثر على بس وهبدأ احرك في وهبدأ احرك في مسلا انا شايف ان كده كويس. انا شايف ان لو قللناها شوية يعني هنا هنلاقي ان بدأ يبقى انا عم كده قبل كده بقى كده قبل كده بقى كويس جدا وبالنسبة فانا هشوف انا شايف ان احنا منحركش كويس جدا كده فكده قبل النوت ده وبعد النوت ده عملنا شوية في الاضاءة مش في الالوان فده اللوك بتاعنا ما اعتقدش ان هو صعب يعني للغاية ده كده قبل خالص وده بعد خالص فرق كبير جدا فده كان فيديو النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت بعض المعلومات في الفيديو ده واخيرا لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه مش اشتركتش من اول مرة يعني ولو في اي استفسار عنه لحضرتك ممكن تكتب لي الاستفسار بتاعك تحت في الكومنتات وبإذن الله نجاوب عليه كمان ممكن تتبعني على الانستجرام الرابط بتاع الانستجرام بتاعي والفيسبوك بتاعي كلهم تحت في صندوق الوصف وبس كده ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية السلام عليكم